طيب بوسوا احنا عاملين لكم حاجة كده الحاجة دي هتخد شيري دلوقتي ولا امتى يا شباب كليب بالاول يعني دلعينهم انتوا حقهم بصراحة يعني عندنا بنات او سيدات السلة يستحقها الحقيقة لانهم خمس بطولات يعني الخمس بطولات مطقة القاهرة دوري المرتبط كاس سوبر كاس مصر دوري سوبر بدون هزيمة الخمس بطولات بدون هزيمة فبالتالي يعني بحقيقة يستحقوا كل حاجة ويستحقوا كل التهنية احنا بس حاولنا كده نعمل حاجة فنشوف ايه اليوم الحلو ده عبل ما ندخل التورطاية وبالفعل يوم جميل ويوم حلوة سيظل دائما يوم جميل ويوم حلو ندينو احنا بنتكلم بقولها على الكابت خطيب وجوده قالتلي كابت خطيب كان وعدنا اننا اه كان عملنا احتفالية رباعية كده قبل بطولة الدوري قبل من نروح نلعب سيمي فاينل الدوري وهو صراحة يعني كان بيتكلم معي وعدني يعني ان احنا ان شاء الله كده ركزوا في السيمي فاينل اكسابه ولعبه الفاينل وان شاء الله يعني طلبنا عايزين هو اللي نفسه يجي سللنا الدوري وقالينا كده اكده اكده هكون هناك اه فانبسطنا قوي وجوده معنا وهو دايما معنا بس انه هو يكون بيسلبنا يعني الدرق بنفسه الدرق العام ودرق الدوري كانت حاجة كبيرة فرقت معاكو اعتقد جدا 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 فرقت معاكو يا حبيبة وجود برضو نجم كبير رئيس النادي الاهلي طبعا هو نجم كبير الكابت خطيب اه طبعا يعني انا نفسي ما شفته في المطش داداني بفوش جامده اوي يعني وكنت بلعب قلبه اكتر طبعا يعني حاجة شرف لنا يعني اوي انت عارفة يارو انهم يعني المطشاط اللي زي دي من كتر موقع يعني كلنا الاهلوية كلهم كده يجي المطشاط دي زي بقولك انا امبارح في مطش السلة رجالة عملت ايه طفيت التلفزيون اخر اللي دقتين انت بتقول عليهم دول انا طفيت وانزلت اتمشيت برا لما اسمعت الهيس عرفت ان احنا اعتقد ان برضو وجود الكابت الخطيب حاجة مهمة جدا انه يبقى فوشتوكو دايما يعني اه بتبقى حاجة محفزة جدا الصراحة فعلا؟ اه انت حقيقا كابتر طبعا اه طبعا انا ادرك فوستر مطش اصلا اه على البنش كان قريدي يعني الحمد لله يا رب ربنا كريمنا تستعملوا الموابوح دا يعني بتقولوا يا بناتك اه طبعا هم اصلا شفوه يعني هم اصلا شفوه اصلا صلاة قلبت صراحة صراحة اصلا كلها يعني يبقى والمور حكو سمتتكلم على امك اللي بابا حبيبه كان مرسوت قوي بوبوده اه طبعا طبعا اه طبعا كله لانه هتلاقي بابا حبيبه الشيف الكابتون هو بيلعب مسلا فيعني اه لا انا كمان عيلتي كلها يعني انا حياتك انت تفرغ على حياتك انت بتلعب فهم فعلا احنا كمان بيت عيلة فمتشاط الكورة دي لو الاهلي كاسبان وانا في بيتنا ما ينفعش روح اتفرج عن مخالي عشان خلاص كل واحد ينزم مجانه لغاية ملماتش يخلص يعني دايما عايز اقولكو الف الف مبروك لانه بالفعل السنة دي كانت سنة صعبة ولكن كانت سنة حلوة سنة حلوة بيكو وبكل الشباب اللي موجودين في ألعاب الصلاة واللي حصل الحقيقة في هذه الطفرة انا رسه كنت بتكلم في هذا الامر بقول مين بيت وابتاخدوش بالكو من هذه الامور احنا بناخد بالنا احنا لعبين واحد وعشر بطولة في ألعاب الصلاة يعني احنا واخدين سبعتاشر بطولة سبعتاشر بطولة من واحد وعشرين يعني اعتقد ان دا شيء يعني اعجازي الحقيقة اللي حصل والاعجازي اكتر ان انتو تلعبوا خمس بطولات وتكسبوا الخمس بطولات بدون هزيمة ان شاء الله السنة الجاية ننتظر منكم الافضل والافضل والافضل خلي بالكو النهاردة بنحتفل معاكم البداية بالبطولة العربية هتلاقوا البطولة العربية كل الاهلوية من خلال ان شاء الله شاشة قناة النادلالي هيوقفوا بقى وعايزين يتفرجوا وعايزين يكسبوا البطولة العربية فربنا معاكم والف الف مبروك اتفضلوا يلا بسكوا الحاجة مع بعض اه لا حد عايزي صورنا يا شباب يتفضل عشان هما برضو الصورة قبل ما يقطعوا يلا انا معاهم برضو يلا بايا تصورين انت معاكي تليفون انا معيش تليفون انا انا تصورين تصورين حد يصورنا معاكي تليفون دعلي هنا تصورين حدث